حوالي العشر سنوات والسوريون في لبنان يحتفلون بالعيد بغصة خارج أرض الوطن وبعيداً عن الأقارب والأصدقاء وكيف بالأحرى مع ضائقة اقتصادية خانقة ووباء كورونا لذا سنستطلع آراء بعض السوريين في أحد مخيمات لبنان لننقل لكم آراءهم ومشاعرهم وتمنياتهم يعني اليوم وينك تتحب تقضي هذا العيد؟ كنا متمنى أن نقضي بلدنا بين أهلنا وبين ناسنا بالجامعات اللي كنا متعودين عليها بكل عيد يعني احنا محرومين هلأ صارنا عشر سنوات فكان يعني العيد حلو بيكتمل بين الأهل والواحد بين الناس مين أكتر حدا بتستفقد لهم أنا كتقضي معهم هيدا العيد؟ رفقاتي وأخواتي وأهلي يعني وكلهم أهلنا وين بأي منطقة؟ حمص احنا بنحب نعيش العيد في سوريا بيكون أحلى يعني بنعيش بوطننا بيجونا عمامنا بيجونا أهلنا أخواتنا اللي مسافرين والله مشتاء للمعظمية مشتاء أول شي لبيتنا ولأهلي لأمي ولأبي ولأخواتي ومشتاء أني يعني أطلع لليحنا بالعيد عنا بسوريا بشكل عام بنفتل على قريبين يعني بنطلع كل يوم الصبح بعد صلاة العيد بنفتل هيك على قريبين يعني وسبحان الله ومالنا إسمي يعني وبنتمنى لحنا هيك تمني الله يهدي الأوضاع ونرجع بلدنا كتير أنا مشتاءة لسل الغوطة الشرقية وكتير مشتاءت إلا لسوريا عندي هناك ثلاثة أولاد لساعتهم هناك مشجوزين وعندي أبي عايش وعندي أخواتي البنات كتير كتير يعني صورين يعني كتير مشتاءت له وهذا العيد خاصة هذا العيد كلنا مشتائين إنه يكونوا بسوريا وعند أهلينا من هيك أكتر شخص حبك أنت تكوني عم تعايدة معه بهذا العيد أكتر شخص أبي إيه سبحان الله أبي عندي أب أمي توفيت يعني إلى سنتين ما شفناها يعني كنت في لبنان ما شفتها وكتير زعلانة عليها أكتر شخص بالدنيا كنت أبي حابه هيك قعبته قعود أنا وياه وبوسه هيك وحطه أنا وياه ونعود لحنا يا أبي ما يصل له شيء يعني بيحترق قلب يرد عليه وأجهله تحية بتمنى أنه هيك الله يخليننا ياك يا أبي وأنت وأخواتي بنرجع لسوء ينعاد عامة الإسلام الخير والبركة بس إنه في غصة بقلوبنا يعني وطننا وأهلنا وغير يعني العيد ببقى غيرنا شيء غير يعني نكا مع أهلتنا مع عاداتنا تقاليدنا كلها يعني يعني كلها من حن إله كل شيء من سوريا كله حلو سوريا أم الدنيا